أنياب الفقر والحاجة باتت تلاحق العراقيين وخاصة الطبقة الكادحة منهم محافظة بابل مثال حي على ذلك فحتى البطاقة التموينية الغذائية التي كانت تسد شيئا يسيرا من احتياجات أهاليها الكثيرة لم تسلم من الأذى التي جلبته معها الحكومات الفاسدة التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 وما عادت البطاقة التموينية كيفما كانت في سنوات مضت ليست بعيدة نشوف بالسابق كانت الوجبة حتى الناس عايشة عليها هناك الناس بقراءة ما عادة يبيعون وجبة ويأكلون ويشربون شهر كامل كلية رغم ظروف الحصار الجائر على العراق لكن كانت أكو وجبة غذائية بها مواد كثيرة بها 12 مادة أو أكثر من 12 مادة لعد بابل شبيها بابل وين راحت وجبة بابل؟ من أكلها؟ قد نسألكم بالله جاوبونا أشهر ثلاثة مرت على أهالي قضاء لمسيب شمالي بابل لم يستلموا فيها حصصهم الغذائية التي تشكل دعما أساسيا لهم بالرغم من بساطتها ما فاقم معاناتهم التي لم يتوقعوا أن تطال أياديها اللقمة التي يقتاتون عليها البطاقة التموينية صار لها فترة شبهم قرضت شنو قرضت يعني أربعة شهور وخمسة شهور وشهرين ما أكون هائيا بطاقة التموينية يعني أفضل شيء وأهم شيء لتفيد المواطن هي البطاقة التموينية وحرمونا من عدها ماذا نحصل من عدهم؟ لا شيء ولا هذا فصار لها تقريبا بلا أربعة شهور قرضتها قبل أن نستلم لنا أربعة وطعش ومستحش قطعها يطينة موادة هالسيء حاليا وحدة اثنيين ودائما يجينا التمن معفن وتعضان من تهي وفي الوقت الذي يؤكد فيه مواطنون أن المبالغ المالية التي تخص مواد البطاقة التموينية استلمت من قبل الوكلة ويتسألون عن مصير الأموال وأسباب عدم صرف المواد لهم يشتكي وكلاء المواد الغذائية أنفسهم من تأخر صرف معونة البطاقة التموينية وما يكابدونه من عناء سببته لهم أجهات الحكومية المسؤولة أغلب المواطنين يأتيون يابع الغذائية وأنا يقولون يابع معكم أسعدنا إحنا الاثناش والواحد والثاني إحنا بالثاني رح نطب الثالث وغذائية معكم خليش شوف أjangك وغلط عليك ك questixonي العالم شان الشغلة لا أحد علمه العام أهم الثالث والثالث والثالث والثاني والثالث والثاني وغلطنا على Karena انطانيا شكروا جيدة فلوس كاملة هس قطعنا مال واحد انطانيا فلوس كاملة بس الطون التمن او هاي يومية مشاكلوا في هذا التمن يومية قلطونا علينا ليش حمشة في كل حال ما كوه هسنا حتى نقعد في أجارات انا بالشهر أجاري 200.000 دينار انا من اضع الجباني وتعتبر الحصة التمونية او البطاقة التمونية واحدة من الاشكالات الاقتصادية الاكثر تعقيدا في العراق منذ عام 2003 بسبب ما تتضمنه هذه البطاقة من مسالك عديدة للفساد والسرقات دون ان تحقق اي منفعة اجتماعية او جدوى اقتصادية مقارنة بما يخصص لها من اموال وتخصيصات ضمن الموازنات العامة كل سنة حتى باتت توصف بتوقي نجاة الفاسدين وحبل مشنقة الفقراء